وانا عجبني اوي 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 مارس الكولر واتمنى اتمنى ادارة النادي الاهلي تتمسك بمارس الكولر لعدد كبير من السنوات ولو انا مكان ادارة النادي الاهلي امضي مع مارس الكولر عقد طويل الامد من دلوقتي بغض النظر عن النتائج ولازم نتعلم ده بغض النظر عن النتائج يعني مثلا مارس الكولر دخل بطولة افراقيا ويوصل لحد الفاينال وخسر الفاينال ده مش معناه انه يمشي نافس في الدورة بقوة شديدة جدا وعمل نتائج رائعة بس خسر الدورة ده مش معناه انه هو يمشي والدليل انه يرجع الكلوب اول ما مسك ليفر بول كان بيخسر بالاربعة والخمسة بيبجورديرو كان عامل نتائج كارسية مع منشستر سيتي في اول موسم اي مدرب اي مدرب ممكن يمر بمرحلة اخفاق بس مارس الكولر بيدي دلالات او امارات نجاح تطوير لاعبين على المستوى الفردي هو ده محمد هاني ده الناس كلها النهاردة بتسارغ تقولها عايزين حسين الشحات ينزل حسين الشحات الجميع القالي كان بتقول لا لازم يمشي من الفرقة كريم فوايد قبل ما يتصاب التطور اللي في مستوى ده محمد عبد المنع ومحمود متولي كهرباء اللي كان جاي من بعيد قوي ودخل في الفرقة بسرعة ده على المستوى الفردي على المستوى التكتيكي فرقة منظمة بتهاجم بشكل منظم ادائها حلو في جرأة كل دي دلالات ان مرس الكرة مدرب نهاية قعد يفع على ده بتصدر الدوري بفريق كويس من النقاط بيفوز بكاس السوبر بيوصل لنصف نهاية كاس العالم للأندية بيوصل نهاية كاس مصر كلها دلالات نجاح نفسي الإدارات ما بتحدث هنا اللقاتي عن إدارة النادي الأهل عشان مرس الكرة بس بشكل عام انت لما يبقى معاك مدرب زي ده امدي معاك عقد طويل أبدا وما يهمكش الجمهور كده كده مش ما يهمكش الجمهور اللي انت هتهم من الجمهور اللي ملاكش دعوة بايا لا الجمهور بيفرح قوي ساعة الانتصار وبيقول إن المدرب عظيم واللعابة عظيمة وايا وايا في الخسارة كل الناس وحش بس هي مشاعر منطقية ومتغيرة انت اللي عندك الرؤية المستقبل راجل كويس أوي أنا أتصور إن مرس الكرة هيصنع تاريخ عظيم مع النادي الأهلي لو كمل مع النادي الأهلي لفترة طويلة هم كمل طبعا لحد لا يتعاعد بس لو كمل مع الاهلي لفترة طويلة مرس الكرة هيصنع تاريخ ربما يكون الأفضل في تاريخ مدرب النادي الأهلي بقول ربما عشان ما هاتش يقول لي انت خلال شفت مرس الكرة أحسن مدرب في تاريخ نادي الأهلي بقول ربما ربما يعني لو كمل وارد إنه يبقى واحد من أفضل إن لم يكن أفضل مدرب النادي الأهلي فيه أمارات فيه أمارات عم ملأ إيه تتشاف أنا مش شايف إن الأهلي عمل أداء سيء في منديال الأهلي أنا شايف الأهلي عمل أداء جيد جدا جدا على ضوء إمكانياتك وحلوة الصراحة يا جماعة يعني مثلا لما أقول يعني بص على مهاجم النادي الأهلي وبص على مهاجم فلمينجو النهاردة بدره بص على محمد شريف مش بقول إن محمد شريف يعني سيء وبدره كويس بس بدره احتجاكاته إيه وأداءه إيه وشغله إيه والتمرز بتاعه عامل إزاي محمد شريف بيحتك بإيه